كلنا عندنا ازاز برفان فاضي وبنرميها وعندنا ازاز زيت الزتون بعد ما بتخلص معانا بنرميها تعالوا نهاردة نشوف مع بعض افكار حلوة جدا هنستخدم بالشكل ده كده طبق حلويات هنعمل بفكرة جميلة وكمان سهلة بدأتي كده استخدم هنا الاستيقر الملون وهبطيدي ان اغلف طبق الكرتون ده ممكن طبعا نستخدم كرتون عادي بس نستخدم اكتر من طبقة هو الكرتون ده بيبقى تقيل شوية فهيساعدنا بدأتي كده ان اغلف وش واحد طبعا طبق الكرتون نفسه قديم او مستخدم احنا مشاريين حاجة جديدة بنعمل بيها يعني هنبتدي كده ان احنا نغلف ناحية واحدة وبعد كده هبتدي ان اغلف كمان الناحية التانية هيجي بقى هنا ضوء الزت البرفان الفاضية اللي عندنا اشيل الجزء اللي من فوق اللي هو بيكون فيه الرشوش ده وهبتدي كمان اشيل الجزء اللي تحتيه هتبقى عندي الازازة بالشكل ده هيبقى فيه بس كده زيادات عندي في الازاز هبتدي ان انا اقصرها باي اي الحد لحد بس ما ساوي الجزء ده معي براحة خالص هببصت لقاها تساويت طبعا دي ازازة البرفان مدورة وممكن طبعا تستخدم اي حاجة بس اهم حاجة ان احنا نستخدم حاجة تكون متساوية وكمان تبقى تقيلة يعني تستخدم هستخدم بعد كده اللون اللي الدهبي ده وهبتدي بس ان انا يعني امشي كده على العلبة نفسها باللون الدهبي كان في كده اجزاء صغيرة متشال منها اللون فهبتدي بس ان انا ايه يعني اثبت اللون اكتر ممكن تستخدم اي ازازة البرفان بلونها زي ما هي حابة ترشيها باي لون براحتك بدأت بعد كده ان انا اثبتين شف شوية وهستخدم هنا سترس وببتدي ان انا ازين به الطبق ده من عطره والتزين ده يرجعلك انت لو حابت تستخدم بس الليستيقر برضو بيدي معانا نتيجة كويسة بدأت بعد كده ان انا استخدم ازازة البرفان بعد ما نشفت معي او اللون اللي احنا ده انها بيه نشف بعد ابتدي ان احنا احط كمية شمع كده على الظهر وبعد كده اسبتها في نص الطبق بالظبط ممكن تاخدي المقاسات عشان يطلع معيك مكانها مصبوط والفكرة دي حلوة جدا وكمان استخداماتها كتير ممكن تستخدميها كمناظم لادوات الميكوب وكمان كمناظم للكريمات على التسريحة زي ما احنا شايفين قدامنا كده فكرة حلوة جدا وكمان شكلها شيك في الاخر وممكن كمان تستخدميها لتقديم الطرط والحلويات زي الكوب كيك ببدو هتبقى حلوة قوي وكمان شكلها اسمبل ولطيف يعني مش كمان بتاخد مساحة معاكي وفي التقديم شكلها حلو انت تقدري تستخدميها للاستخدام اللي تحبيه عندك في البيت وبكده تقدري تستفادي من ازازة البارفان الفاضية اللي بيكون حجمها كبير وتقيلة تستحمل يعني معانا استخدمنا بس الكرتون ممكن كمان نستخدم ازازة البارفان فكرة حلوة جدا طبعا دي ازازة اسبعية بتاع شعر هنبتدي ان احنا هنضافها كويس جدا وهنشيل الاستيكر اللي عليها يتشال معاكي بسهولة باستخدام المياس سخنة هنبتدي كده ان احنا ننضافهم كويس قوي هستخدم هنا اتنين مع بعض وهسبتهم مع بعض كده باستخدام السيليكون او الشامع من الجنب وحط كميتش هما يكون كويس هيثبت معانا حلوة قوي هنستخدم بعد كده حلقات ستير دي حلقات ستير كانت موجودة عندي ضعيفة مش بتستحمل السيطرة فباستخدمها في اعادة التدوير هبتدي كده ان انا افوق الجزء اللي هو الصغير اللي من فوق في حلقة السيطرة وهبتدي بعد كده ان انا اثبت الحلقات زي ما احنا شايفين كده على ازاز البارفيوم او اللي هو الاسبعية بتاع الشعر تمام ايا كان يعني اللون من الازاز دي بنستخدمها في افكار حلوة فدأتي كده ان انا اثبت اتنين جم بعض بالشكل ده واحدة في النص برضو الظهر هعملها بنفس الطريقة وهبتدي ان انا اغير من لونها باستخدام الاسبعية برضو الخطوة دي اختيارية ممكن تستغني عنها بعد ما تنشف معين هنستخدم كده استرس بسيط وهنبتدي ان احنا زي ما نحب فدأتي كده ان انا اثبت منه الاسترس ده بين كل حلقات حطيت خارزة واحدة وهبتدي برضو ان انا اثبت على الطرف من فوق والتزيين ده يعني ممكن انت تشوفي حاجة تانية مختلفة هتلاقيها احلى استخدمي برضو الحاجة اللي تنسبك واللي تكون متاحة بالنسبة لك ومش غالية لان دايما بيجي لي كومنتات ان يعني في حاجات او خامات بنستخدمها بتقول غالية احنا مضطفين انت استخدمي الحاجة اللي عندك فما فيش مشكلة ممكن بقى نستخدمها بالشكل ده كده كفرزة ورد بشكل بسيط استخدمي بوردو الورد الصناعي اللي يعجبك ومش غالية حاجة معينة استخدمي زي ما انا عاملة كده ممكن استخدمي الوان تانية مختلفة ممكن تستخدمي ورد باي لون تحبقي بتهيق لي اللون الاداهبي اللي احنا رشنا بالازايز بيمش معا اي لون فما فيش مشكلة ودخلتي اي لون معي هنبتدي كده نستخدمها كفرزة بشكل بسيط فكرتها حلوة وكمان بسيطة وسائلسة وما فيش بيت بيخلة من ازاز البرفرم اللي بيكون بالشكل ده هنستخدمها النهار ده فكرها حلوة وكمان عملية ومفيدة لكل بيت اول حاجة وقبل من استخدم اي ازاز البرفرم هنخسلها كويس اول من نضفنا ونشفها كويس جدا استخدم بعد كده مسدس الشم وهو عمل اشكال كده باستخدام مسدس الشمع زي ما احنا شاكين طبعا انتي ممكن تعملي اي شكل مختلف غير اللي انا بعمله ده خالص ممكن تعملي شكل دوير او مربعات او حتى تلسيمي حروف مفيش اي مشكلة انا برسم هنا شكل الزي زي طولع ونزل باستخدام الشمع وبستنى عليه لحظات كده لحد ما ينشف ولو في اي زويد من الشمع ببدأ ان انا اشار هستخدم بعد كده عندي الاسبيت دهبي وده بيبقى موجودة عند المواد برش الاززة كويس قوي وبرسبها شوية لحد ما ينشف هستخدم كمان هنا استرس دهبي وده بيبقى موجودة محلات ادبات الخياطة هنستخدم كده جزء صغير بنثبته على الاززة من فوق وبرضو هستخدم نفس الاسترس ده وبزين به الاززة من تحت وهستخدم كمان اجزاء صغيرة كده من نفس الاسترس ده وبوزعه كده على الاززة وبرس كده مش هايز تزين فيها اكتر من كده وممكن طبعا تغيري اي حاجة انت تحبيها هستخدم كمان الاعواد الخشبية وباخد كده جزء على قد المقس اللي انا عايزين بالشكل ده كده اعمل فتحات كده في العوض الخشبي من تحت ممكن نستخدم هنا سكينة او قطر اي حاجة نبدأ ان احنا نعمل فتحات كده بسيطة بس طبعا هناخد بالنا لو استخدمنا القطر بالشكل ده كده انا عايزها بالشكل ده وهنستخدم بعد كده ممكن معطر عندك او حتى اي زيت عطري ممكن تستخدمين مفيش اي مشكلة حطي بقى شوية كده في الاززة بتاعة البارفيوم بعد ما غيرنا من شكلها ولونها وهنستخدم كده بالشكل ده الاواد الخشبية جواها هذا اقول لي كريحة دي بتفضل دايما ممكن بقى تقليبي فيها الاواد الخشبية كده يعني شوية تخليها على الناحية التانية وشوية على الناحية اللي هي اللي احنا عملنا لها فيها الفتحات دي بتقدر يبقى تستخدميها كده كفواحة وممكن كمان تعمليه في كل قوضة عندك واحدة زي كده كويس اوي هو مش بيتشال بسهولة يعني خليه احسن تحت المية السخنة بيتشال معاك كده كده بسهولة وتقدري برضو انتي تنظفيها كويس بدأت كده ان انا اشيل برضو الغطا بتاع الازازة مش هنستخدمه هبتدي استخدم هنا اعواد الشيش او الاعواد الخشبية طبعا كلنا عفنها وبتبقى موجودة عندنا في البيت هبتدي كده اخد المقاس من اول الازازة من تحت الحد الغطا من فوق هقطع اكتر من واحدة كده بنفس الطول بالزبط زي ما حددتها من عند الازازة من تحت الحد الغطا من فوق وبعد كده هبتدي ان انا احط كمية شم على جنب الازازة وبسبت عليها الاعواد زي ما احنا شايفين كده بس عند الجنب يعني مش لازم نوصل لحد الاخر هسيب مسافة حوالي قد صباعي كده يعني تبقى حوالي واحد سنتي او واحد ونص سنتي وبدأ ان انا ثبت العودة اللي جنبه وبرضه هسيب مسافات متساوية عشان يطلع معنا الشكل في الاخر حلب فهينا باستخدم الشمع بيثبت جدا على الازازة هبتدي كده ان انا اكمل الازازة لحد الاخر كده كملت الاعواد كلها على الازازة وزي ما اتفقنا احنا ثبنا مسافات متساوية وقامنا نحددها بكل سهولة زي هستخدم بعد كده خيط الخيش وهبتدي ان انا ثبته بالشكل ده كده بنقطة شمع من فوق وبعد كده هبتدي ان انا عدي الخيط واحدة على قدام واحدة على غير زي ما احنا شايفين كده طبعا انا بحددها بالاعواد الخشبية لو في واحدة هتبقى يعني نفس الشكل احنا بس عايزين ان يبقى الشكل حلو في الاخر زي ما اتفقنا هو في الاخر هيبقى حلو جدا معينا بالخطوة اللي احنا بنعملها دي هبتدي كده ان انا اعديها كلها لحد ما بنوصل للاخر لحد فوق بعد ما بخلص الصف الاول بقرر نفس الخطوات تاني بس هيبقى بشكل مختلف يعني الجزء اللي هو الخيط فيه من قدام هنخليه في الضوء بصوا يعني الفكرة او الصورة الموضحة اكتر حتى الجزء اللي كان عندي بنفس الشكل بدأت ان انا ألف الخيط كده عليها وعديته بالعكس يعني خلاص زي ما احنا شايفين كده عشان تدي معينا شكل حلو في الاخر هيكمل بقى الخيط كله لحد الاخر وبعد كده هنبتدي بقى ان احنا نسبت الخيط من فوق وكويس قوي باستخدام الشمع انا بس كده وصلت لحد الجزء اللي هو من فوق وبدأت برضو ان انا اكمل لو حسنتي ان الخيط بيطلع معاك تبدأين تتسبتي الخيط نفسه مع الخشب نفسه بنقطة شمع صغيرة قوي هيسهل معاك جدا فلصتها كده كلها لحد الاخر وبعدت ان انا أسبت الخيط من فوق استخدم برضو خيط الخيش وهبطيني ان انا أسبته بالشكل ده كده على الجزء اللي من تحت حط بس جزء صغير جدا من الخيط ده هيدي معينا شكل حلو طبعا ومشي الخيش وخيط الخيش بيبقى في ديكورات حلوة قوي يدوبة سبت طبع في الخيط على الجزء اللي من تحته وهبتدي بقى ان انا ألف الخيط كده اكتر من مرة هيدي معينا شكل حلو هزود شوية تاني عشان يبين شكل الخيط معينا طبعا شكل الخيط بتاع الخيش مع العوادر الخشبية دي هيدي معينا شكل حلو في الاخر كده كفية طبعا انتي حابة زودة تمام مفيش مشكلة بدأت ان انا أسبت بقى الخيط كده من على الطرف وهستخدم بعد كده اللولي النص وهبتدي ان انا أوزعه بالشكل ده كده ممكن على الخشب نفسه او ممكن على الازاز دي ما تشوفيه بورده يكون مناسب وشكله حلو مش هزين تزين كتير بس هو يعني عشان نكسر الالوان اللي موجودة عندنا وتوضح شكل معانا احلى بس ممكن نستخدمها بقى دلوقتي اكتر من استخدام ممكن نستخدمها بالشكل ده كده يعني كوحدة اضاءة انا هستخدم هنا فرع الليد ده وهافتدي ان انا أسبته جوه الازازة عاملها كده شوية وده هيبقى شكلها بصوا مع اختلاف الاضاءة بيبقى شكلها حلوة قوي وبيكون كمان شكلها مختلف ممكن انت تستخدميها كفزة ورد بشكل برضو بسيط تحوتي فيها من الورد الصناعي اللي بيكون موجودة عندك ممكن تخليها سيدة كده وتعملي اكتر من واحدة بقى حجام مختلفة بنفس التزين ده هتدي معاك شكل في الاخر حلو انا حابة استخدامها هنا كواحدة اضاءة شكلها حلو كده وبسيط وسيمبل بس زي ما تحب لو انت حابة تستخدميها كده او ممكن استخدميها بوز ممكن كمان نستخدم ازازة بيرف الملفاضية ففكرة حلوة جدا وابدوا ندي نفس الازازة اللي كانت عندنا واستخدمناها كفزة هنبتدي دلوقتي ان احنا نشيل من عليها بالاستيقر نضافها كويس قوي وهستخدم هنا مسدس الشم هبيدي ان انا اعمل اشكال كده ممكن مسلسات ممكن دوية زي ما تحب هبتدي كده ان انا يعني احدد الشكل اللي انا عايزيه على الازازة كلها هبتدي ان انا امشي كده الخطوط دي بس هزود شوية او هتقل شوية بالشم الاشكال المسلسات او الدوية او المربعات اي حاجة انت حابة تعمليها تقدر تعمليها بشكل عشوية هتبقى شكلها حلو في الاخر ما تقليش خالص انا هنا هبتدي ان انا اعمل مسلس ميل كده ومسلس بشكل تاني مختلف زي ما احنا شايفين قدامنا كده في الاخر هيدي معينا نتيجة كويس وهنسيب طبعا الشمع ده ينشف كويس ممكن نسيبه حوالي ربع ساعة عشان نتأكد ان الشمع نشف تمام وبكمل بقى الازازة كده وكمان من الجنب وبعمل اشكال تكون اصغر شوية انا هنا عمل شكل المسلس بس فعمل اشكال كده من المسلس تكون بحجمه اصغر شوية عملت اشكال على الازازة كلها وكمان من على الجنب ثم سبتها تانشف بعد ما بنشفت كده معينا هبتدي استخدم المنوكير ونستخدم بقى بواق المنوكير اللي بتكون فضلة عندنا وممكن نستخدم الوان نكون بتحبها هي مش تاخد معانا كمية جوية يعني من المنوكير هبتدي كده ان انا استخدم المنوكير في تلوين الاجزاء اللي احنا رسمناها بالشمة وممكن طبعا نستخدم هنا لون واحد ممكن نستخدم لونين او تلتة الوان هبتدي انا استخدمه ده ومش كتير قوي فانا هستخدم هنا لون تاني وابدو هدي معانا شكل حلو والالوان دي بعد ما تنشف معانا هتدي نتيجة حلوة كأنها زي الالوان بالضبط اللي احنا بنستخدمها في الدهني استخدمت هنا لونين بس وده تلنا انا ألون الاشكال اللي موجودة عندي وممكن نستخدمها بقى بالشكل ده كده كاسب فيه للشعر دي خلطة شعر كده خلطة زيوت يعني معينة بنبقى كلنا او اغلبنا عاملينها عشان تسقط الشعر فهبتدي انا استخدمها مثلا كاسب فيه تاني للشعر بس تغيرنا من لون العلبة ممكن نستخدمها فوزة زي كده وممكن كمان نستخدمها للبخور العدان برضو هيبقى شكلها حلو جدا لو انتي حطتي فيها البخور العدان وانتي مشغلاها هيبقى شكلها جميل قوي في علب ازاز وبردو شكلها شيء